تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رزد خبري اللي بتيجيكم من قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم حنركز فيها على كريستيان رونالدو النجم البرتغالي اللي ما زال مستقبله غير واضح مع يوبينتوس فرغم موجود أقاويل عديدة حول فكرة باريس أو فكرة من يونايتد لكن الوضع يبدو هادئ بالنسبة للنجم البرتغالي الغريب في الأخبار القادمة من إيطاليا إنها متناقضة للغاية يعني نجد خبر مفاده خورخي ميندز يتواصل مع سان جيرمان لانتقار رونالدو إليهم وفي نفس الوقت منلقى خبر في صحيفة ثانية مثلا مثل لجازتة الوسبورت بقول ميندز طلب من اليوفي تجديد عقد رونالدو حتى عام عشرين ثلاثة وعشرين أي تمديد عقده الحالي لمدة سنة إضافية اليوفي بشكل عام صدر عنه موقف رانس مي واحد فيدريكو تشيروبيني مدير كرت القدم في اليوفي قال لا مؤشرات على رحيل رونالدو لا من طرفه ولا من طرفنا البعض اعتبر تصريح فيدريكو هذا بارد وقالوا ممكن نفسره كالآتي رسالة إنه اليوفي ما بده رونالدو يطلع مجانا لو ما وصل عرض مناسب خلو يكمل لكن لو وصل عرض مقبول حيفكر اليوفي برحيل اللعب وهذا كلام أكدوا الصحفي دانكن كاسلز اللي عنده بودكاست أسبوعي خاص بالانتقالات دانكن بقول اليوفي وآليغري مستحيل يعلنوا على مستوى الإعلام إنهم ما بدهم رونالدو فهذا غير لائق بحجم الأسطورة البرتغالية لكن أليغري لأول مرة عنده سيطرة في سوق الانتقالات وهذا كان من شروط عودته لليوفي وهو بيعرف إنه اليوفي بيعاني ماليا كثير وعشان يعرف يغير في تشكيلة الفريق لابد يغير في سلم الإجور وبالتالي لو وصل عرض مقبول لرحيل رونالدو أليغري هيقول أنا مع هذا الموضوع طبعا رونالدو كأرقام مع اليوفي ما زال مذهل فهو سجل 101 هدف في 133 مباراة وهذا الرقم خلت ريزيغي الأسطورة الفرنسية في تاريخ اليوفي يقول هو لاعب يكسب لك المباراة المدرب الحكيم بتجنب الصدام معه حتى لو لم يرى رونالدو يجري أبدا في الملعب باختصار إحنا الآن أمام مستقبل غير واضح لرونالدو باليوفي اعتقاد الشخصي إنه كريستيانو ما بده يطلع بمظهر الخاسر بده يرحل بطريقة كويسة لو جاءوا الحرض المناسب يعني لو بده يروح على يونايتد حيبين كأنه ذاهب عشان يفوز معهم بالبريمير ليغ ولو بده يروح لسان جيرمن حيبين كأنه رايح يساعدهم يفوز بدور الأبطال يعني لازم يكون خروجه بمظهر الباحث عن تحدي ومغامرة جديدة وليس بمظهر الباحث عن عقد أخير في مسيرته قبل الاحتزال ولو ما تحقق هذا الشرط رونالدو حيوافق على الأغلب يخلص موسمه الأخير مع اليوفي ويجرب اليوفي مع عليقري من جديد فربما يكون موسمه هذا أفضل من كل مواسمه السابقة احكوا لي شو ده وقعاتكم بخصوص كريستيانو رونالدو اشتركوا في القناة